قمنا عن الرياضة مكمل وهزيمة للنادي الأهلي في مستهل مشواره الأفريقي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف طبعاً الهزيمة دي بتصعب الأمور على الأهلي في المشوار الأفريقي لسببين الأول ها مش بحاول أحلل حسناً نتكلم بالتفاصيل بس مبدئياً كده الأول إنها دخلت فريق الهلال في الصورة في المنافسة بشكل عام كمان هي خلي الأهلي يدخل مباراة سانداونز الأسبوع اللي جاي مضغوط وصانداونز يعني مباراة من مباراة الأهلي وصانداونز مش مباراة سعلة تماماً فيعني مقدمناش الأهلي مقدموش أي خيار تاني غير أن هو هيكسب كمان في مفارقة غريبة تانية يا شازلي طبعاً الأهلي بقى له حوالي ثلاث سنوات بعد المنديال على طول أول مباراة لي بيكون طبعاً مباراة أفريقية وبيحصل نفس اللي احنا شفناه مباراة عندها هنتكلم طبعاً عن كل هذه الأمور بالتفصيل وعن فرص الأهلي وحظوظه كمان عن الزمالك وعن تألق محمد صلاح في الدارة الإنجليزي كل ده مع ضفنا الناقد الرياضي لأستاذ عثمان إبراهيم المنوار نصبع الخير عليك فانا نصبع نرأ عليكم طبعاً ويعني الحلو ما يكملش يمكن بداية غير موفقة سواء للأهل أو الزمالك في دارة بطالة أفريقية فظل أن الفرقتين عندهم طموحات كبيرة جداً جداً هم يفوزوا بها السنة دي الأهلي طبعاً خسر نهاء النسخة الأخيرة والحظ خدمة أو التوفيق خدمة أنه يوصل إلى لعب كاس عامل الأندية بعدما المغرب هي لنظامة البطولة والوداد كان هو المغربي هو بطل دارة بطالة أفريقيا فكان عايز يخش المراضي البطولة بدوافع قوي عايز يفوز بهذا اللقب عشان يرجع مولاً لإيطانيا الكاس عامل الأندية بشكله بقى ده اللي قرى بيخلص خلاص اللي هو الشكل اللي احنا متعدين عليه لأنه خلاص هتممكن تبقى آخر نسخة اللي جاية أو اللي بعدها بالكتير ناحية التالية الزمالك ده وفع برضو كبيرة جداً جداً عاوز يفوز بدورة بطالة أفريقيا آخر مرة ألفين واثنين يعني من واحد وعشرين سنة يوصل للنهائي في الواحد وعشرين سنة مرتين ما كانش موفق مرة أمام سانداونز ومرة أمام الأهلي ويمكن كنا في نفس المكان هنا ومعاكم هنا بالتحديد وقلنا الزمالك لازم يبدأ دورة بطالة أفريقيا بشكل مختلف عن الحصر السنة اللي فاتت واللي قبلها أول دولتين مهمين جداً جداً لكن بكل أسف كوبي بيست بلغة الكمبيوتر أو لغة سوريشان ميديا نفس القصة بتاعة الموسم اللي فاتوا اللي قبله بداية ولا أسوأ بتخليه تخش في حزب تبرمة وحسابات بتبعه معقدة جداً والأسوأ من كده أن حتى النتائج مش بتساعد صحيح أنا دائما بنصعب عندنا مشكلة نحن دائما بنصعب الأمور على نفسنا خلينا نبتدي بالأهل الأول كده ونشوف اللي حصل مبارح في المباراة الأسباب كتير قوي والنقاط ريضين بيتكلمه يعني كل مجموعة من النقاط مسكين في سبب من الأسباب لكن بشكل عام أنا شايف فيه أسباب كتير قوي لخسارة الأهل المبارح السبب الرئيسي هو أئلة التركيز ويعني مش عايز أقول غياب دوافع لأنه أكيد عندهم دافع قوي أنهم مفوزوا بدورة أفريقيا ودي قوي مباراة في المشوار الجديد لدور المجموعات اللي هو الدور الرئيسي في هذه البطولة خلينا نتكلم لدور 16 أو 32 قبل كده أدوار متبقاش قوية جدا مع أن الأهل كان عنده عقبة صعبة مع مارسل كولر كمدارب جديد لكنه نجح فيها لكن كولر هيواجه تحدي أصعب كتير المشكلة مش في العابة الأهل حسن ما أنا شايف بقى عشان نتكلم بشكل منطقي كولر لأول مرة هيعيش الأجوال الأفريقية الحقيقية كلماتش تحدي من السيدي في تونس تونس يعني جواها مش بيضع عن مصر أكيد السودان مختلفة شوية وتلعب تلاتة العصر ومباراة تبقى صعبة والأهل بدأ بشكل كويس جدا وكان مساعدة في شهود الأولاني ولكن الواضح جدا اللي تتركيز في الشهود التاني وهدف يخش بحمد الشرناوي المفروض أنه ما يخشش والناس كده بدأت تحلل الموضوع الفون مش من مكانه واللعب من مكان أقرب من المنطقة الجزاء الشمس كانت في عينه هذه حقيقة الشمس كانت موجودة في عين محمد الشرناوي ولكن المفروض أنه أنا رايح بلع تلاتة العصر عامل حسابي أنه دي تفاصيل صغيرة وده بده تدل على عدم التركيز عارف مسلا أن تجاه الشمس الشرط الأول مش ضدي أو مش معايا الشرط تاني هتبقى ضدي يكون معايا كاب أو فيه طرق زي نقوله كده طرق ميكانيكية أو يدوية هتعملها لما عكش كاب ممكن تعمل بيتك التانية العكسية بحيس تبقى شايف تجاه كرة لأنه كان واضح جدا أن محمد الشرناوي في لحظة معينة الكرة كانت في اتجاه الشمس فما شافهاش ما ديرش يقدرها بشكل كويس فدخلت بالشكل اللي نحن شوفنا مبارح الدليل أن الشرناوي مش هنقوله هو سيء صد راكل الجزاء وعلى فكرة راكل الجزاء صدها مهمة جدا 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 في دول المجموعات لأن في النهاية لو حصل تساوي بين فرقتين في النقاط بنرجع للمواجهتين المباشرتين اللي داخل أرضك وخارج أرضك فلو كانت الخسارة 2-0 كانت ربما تبقى مشكلتها أكبر في حال تساوي الأهل والهلال في نهاية المصورة نحن مش بنتكلم ولا بنجادل إذا كان الشناوي حارس مارما جيد أو لا دي حنا عارتني يعني لا أصلا كان زي ما قلت من شوية الناس ألت أسباب كتيرة بس معظم الناس محملة محمد الشناوي السبب في الكرة دي لكن لم تفكرش قبلها إن كرة أصلا كان 2 على 1 كان محمد هاني واسر إبراهيم محمد هاني عمل خطأ سازق جدا من منطقة خطيرة وكاشلها الأزمة فظل أن تتنين لعيب على واحد ما ده برضو يعتبر خطأ كله لو حللنا كله هنلاقي قلة التركيز بشكل واضح جدا جدا ساب كبير قبلهم خالص في أول المباراة حسنة الشيحة جات له فرصة دهبية حطوا كرة برا المرمى خارج ده وقفوا فكروا وبصوا ما كانش فيه ضغط عليه كان بكله سهولة على الأقل الحسين أو أي لعب على الأقل لو بتشطها أو شط كرة في إطار المرمى الثلاث خشبات دول هيتبقى فرصة محققة كانت تحطها برا ليه 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 زي ما قلوك مش عزول فزلكة بس ليه الدقة بالزيادة فعايز تركنها في الزاوية عشان تضمنها فخرجت برا خالص شي مقصف إنبارح الأهلي طول المباراة أربع تزددات يعني إنا حسبنا تسعين دقيقة بالوطن الضايع هنعدي مئة دقيقة شو ترق أول وقتاني أربع تزددات طول المئة دقيقة والأربعة خارج المرمى ما فيش شو ولا واحد عن المرمى واحدة بس تقريباً ولا واحدة عن المرمى ولا شط الحرس مصدش ولا تصدي حرس الهلال فده برضو دليل إن في إيه للتركيز اللعيبة محتاجة تجدد دوافاحة مرة تانية وصلوا لأعلى مستوياتهم ولكنهم بخصرة مبارح عملوا رقم سلبي يغيب عن الأهل من تسع سنين تلت هزائم متتالية لأول مرة من 2014 لألف 2014 ونفتكر طبعاً الفترة دي كان الجيل الدهب يراح خلص خلاص وجاي جيل جديد لأهل خسر مطشين من أهل بن الغازي الليبي في دورة بطالة أفريقيا وكده راح الكونفترالية تاريخاً بعدها وكمل وخسر مباراة في الدورة أعتقد كان الداخلية فخسر تلت مطشاة واربعة ده كان في شهر مارس 2014 تحديداً خسر تلت مباراة واربعة دون في بطولتين مختلفتين عشان تعيد نفس الكرة في 2023 يخسر من ريال مدريد وفلمانجو البرازيلي وأخيراً الهلال السوداني طبعاً البطولات مختلفة وقتها كان دورة أفريقيا والدوري لكن المرة دي كأس العالم عندها والدوري وابطال أفريقيا لكن المنفسات دلوتي أقوى أكيد لنخلقنا منطقيين الهزيان من ريال مدريد وفلمانجو برضو منطقيين ولكن كان ممكن العيبة تتجاوز هذا الرقم السلبي على الأقل يخرجوا بالتعادل لكن خسارة هتعقد الأمور المتشي جاي سانداونز وسانداونز فاي السناجي أعلم نخش لسانداونز بقا وانت بمنك يعني تطرقت لنقطة الجيل الدهبي هل الجيل الحالي الأهلي خالي نقول مش مؤهل أو غير قادر على البطولات أو المواجهات الأفريقية أياً كان بقا المنافس لي نعم بالعكس أنا بقا ديك كويس أنك أثرت هذه النقطة الجيل الدهبي الأهلي فعزه فعزه وصل النهائي أربع مرات ورابعة 2005 2006 2007 2008 فاز بتلاتة وخسر واحد الفكرة الجيل الحالي ده اللي هو لو حسبناه مثلا من 2017 وصله النهائي خمس مرات في ست سنين ولكنهم فازوا مراتين فقط وخسروا تلات مرات كان فيه عاون مختلفة مشان نتكلم بقى في تحكيمه وتحيزه أرض وجمه حصل حصل لأن في النهاية محدش بيفتكر إلا النتيجة يعني الأهلي اللاعب قدام ريالمادرت حلو محدش أفتكر أنه لاب حلو محدش أفتكر أنه خسر أربعة وحد لا أمام فلمينجو بشكل كويس جدا محدش أفتكر أنه خسر أربعة واثنين وخدم مكز الرابع فهي الفكرة النتيجة كورة القدم هي الباقية محدش أفتكر الأداء منتخب مصر لأنه نفتكر 2017 وصلنا لحد النهائي وخسرنا من الكاميرون محدش أفتكر أنه كنا وصيف وعملنا مشوار عظيم 2022 أخيرة وصلنا للنهائي وبعدنا المغرب وكو الدفوار والكاميرون صحبة الأرض بس لحدش أفتكر أنه خسرنا من السنغال في النهائي فشوية بشوية الناس بتنسى الأداء وتفتكر فقط النتيجة فلو كلمنا عن نتائج لا الجيل الحالي يستحق كل احترام للفرين النادي الأهلي وصلوا خمس نهايات في ست سنين رقم عظيم جدا 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 يعاب عليهم فقط التركيز في اللحظات الأخيرة أو اللحظات الحسم هي دي المشكلة ووضح أنها مشكلة جيل المتخب مصر نفسه وصلنا لكاس العالم تفتكروا ماتش مصر والكونغو وكلنا عشنا هذي التفاصيل في 2018 2017 قبلها بسنة وكلنا 1-0 وماتش سهل اتعقد في آخر كام ديئة وكونغو تعادله وجلنا على كده راكل الجزاء وصراحة يسجلها برضو في اللحظات الأخيرة السنة دي أو الآخر نسخة لكاس العالم وقبلها كاس الأمم برضو خسرنا في التفاصيل الأخيرة براكرات الترجيح أمام السنغال مرتين فوضح أن الجيل ده محتاج تعامل بشكل معين نفسي أو ذهني عشان نتخطى هذه العقبة أن احنا بنوصل لآخر مرحلة ونجي عندها ونعمل ستوب وكل اللي احنا عملناه مجود كله بيضيع لكل أسف بسبب النتيجة اللي في الآخر طيب كويس دلوقتي احنا بنتكلم على مباراة اتلعب تسعة ثلاثة العصر وأنا مش شايف المشكلة لأن تلعب في بطولات أفريقية بتلعب في بطولات ما ينفعش أتكلم أصلا أو أتحجج باللعب الساعة ثلاثة ده لكن في نفس التوقيت أنا إزاي هأهل نفسي وأهل لعبتي أن نلعب بعد كالساعة ثلاثة أنا راجع لعب أسوان في الدوري ساعة ثلاثة هروق هناك هقابل سانداونز ساعة ثلاثة أكيد ده من شكل مؤكد سانداونز هيتعمد يلعب الساعة ثلاثة قطني الكاميروني هو كمان هيتعمد طيب ما أهل لعب إزاي نتلعب الساعة ثلاثة بص هي لها حل سهل جدا وأعتقد أن كولر بعمله أنه بيخلي التمرينيات كلها الصباحية في وقت الظهر الحاجة الثانية احنا في وصل الشيطة دلوقتي يعني حتى تلعب الساعة ثلاثة ده مش أزمة حارة تبقى 28 29 30 فالحرارة مقبولة مش لي الحر بالزيادة لا احنا كان فيه أيام بقى اللعبة بتروح تلعب الساعة ثلاثة بتلعب ساعة ثلاثة بتلعب ساعة ثلاثة بتلعب ساعة ثلاثة وتلعب ساعة ثلاثة وفوق ساعة أربعين فالموضوع بقى صعب جدا جدا فأنا مش شايفة حجة اللعبة الحالين والعصر الاحتراف ده سهل جدا بتعمل محاكاة الجو بتاعك واللي انت هتلعب فيه والتمرين بتاعك بتخليف نفس التوقيت الحاجة العمل هنقدر قايا بشكل كويس كإدارة مش كإدارة بتاهم مع الجهاز الفني إنه هو خلص ماتش اللي في الخرطوم مع الهلال السوداني طيارة خاصة راح على أسوان عشان بدأ يعني يوفر مجهوده بدأ نروح للقاهرة ويرجع على القاهرة الأسوان يبقى مرة واحدة ومسافة قصيرة الفرقة وصلت انبارح بالليل هتمرونه نهارده بشكل عادي في أسوان النهارده بكرة المباراة يوم التلات أكيد عزيزي في دهاتي الصفحة من نماتش الثلات مهم عشان تجاوز الخسائر المتتالية وفي نفس الوقت يجهز نفسه نماتش سانداونز ومسابت الجاي نعتقد المباراة دي هي مفتاح صعود الأهلي مع أنها لسه دي تاني مباراة الأهلي لكنها مفتاح صعود عشان تخش في المنافسة سانداونز ست نقاط فازع الهلال واحد سفر في جنوب أفريقيا فازع القطن في الكاميرون ثلاثة واحد يعني نتيجة حتى كبيرة فازبرة ملعبو يعني لاب قرر ملعبو أحسن من جوه ملعبو ولكن ربما هذه المباراة تكون كويسة لكولر وجهاز الفني يدرسها بشكل كويس تسجيرات كلها متاحة وسهلة مشوف سانداونز ايه مشاكله ايه عناصر القوة فيه عشان خاطر يقدر يتجاوز هذه المباراة اللي اعتقدها تكون الفوز فيها مفتاح تأهل الأهلي لدور التمانية ويمكنها اقتبس جملة قالها همبرح المزاعد التونسي المعالج التونسي وعسام الشوالي قال للأهلي في دور المجموعات حاجة وأول ما بخش دور التمانية بتحول بي حاجة تانية فهي برضو نفس قصة التركيز محتاجين الفرقة تركز في دور المجموعات عشان نتخطى هذير العقبة أو هذير المرحلة وبعد كده خلاص التمانية كلهم اللي هيوصلوا كلهم مرشحين يفوز بالبطولة طيب وإحنا لسا بنتكلم عن الأهلي احنا كل كلامنا دلوقتي احنا بنحاول ان احنا يعني احنا نتمنى ان احنا نشوف الأهلي أو اي فريق مصري كل الفرقة مصري بالضبط كده يعني ده اللي احنا بنتمنى بس الأهلي يروح نتكلم عن المبارم بارح الأهلي كان في يعني اصلاب صورة كبيرة كده هنلاقي أولا اللعيبة كانت بعيدة عن مستواها ده أكيد ثانيا اللعيبة كانت متعصبة جدا في الملعب متوترين متعصبين ومتوترين ومش في حالتهم الطبيعية شفنا حتى يمكن كابتن الفريق كمان اتخرج عن شعوره بالضبط هي اقول لحتيك حاجة برضو بنتكيقول لس ناس كتير هيا ما خلتش بالها منها وحصل يعني تصرف فردي غير مسؤول من طبيب نادي الهيل السوداني كان بيعالج أحد اللاعبين ومحمد عبد المانيم فقال بيقول الحكم يعني ايه ياخدوا اللعب ويعالجوه بره احنا جنب الخط بتلاتة اربعة متر فقام الطبيب راش بنج على وش محمد عبد المانيم ده وجه تنوح حسن هو داخل وبدأ يوه على الارض فده اللي خلى الشناوي يجي مما كانه في المرمى بصفة القادة الفريق وتعصب بشكل كبير جدا جدا لكن نائب الرئيس الهيل السوداني بعد المباراة انه راح لقودة اللبس واعتذر لجهز الفني لنادي الاهل على التصرف ده وللعيبة والمحمد الشناوي وحسب معرفنا ان الملقب المباراة يعني قاية كل هذه الملاحظات والحاجات اللي حصلت وجاري تحقيق فيها في لجنة انضباط وبعد فترة ممكن لما الجولة بتخلص بيقى فيك تيمع لجنة انضباط وبيطلع عقوبات اللي حصل في هذا اللقاء فيعني خلال يومين ثلاثة هنقدر نعرف ويبين كل فرد أخطأ عملية لكن في النهاية عايزين ناخد بالها من حاجة مش عايزين تصرفات فردية تؤدي إلى مشاكل أكبر ممكن زي بقولوا كده أعظم النار تأتي مستصغر الشرر فإحنا مش عايزين لو حاجة صغيرة أو تصرف فردي من أحد الأشخاص ما عم يمشي ونقول ده كل الهلال عمله كذا زي برضا على السوشيال ميديا لأسف في بعض حاجات متداولة على السوشيال ميديا وصفحات تابعة للجماهير ولاسة صفحات رسمية النادي فنفرق بين تصرفات الجماهيرية الفردية وتصرفات الناس المسؤولة زي ما قلنا للأسف الناس هتشوف الحاجة الوحش هتكبرها لكن لقطة زي اعتذار نايا برأس الهير السوداني لبعث النادي الأهلي محدش هياخد بالو منها بكل أسف نلاقي المشكلة الناس بتكبرها قد كده هي تبقى تافها لكن الحدث الأهم وروح الأخوة لاي الحدث اللي فهوض إنها أبرز وتتبرز أكثر محدش بيدي لها بال لكن الصفحة ليه صفحة يبان إن هي موثقة لكنها صفحة غير رسمية غير رسمية صفحة جماهرية صفحة جماهرية جات بتتكلم على النادي الأهلي بطريقة مش كويسة لكن الناس بها سوشال ميديا موضوع بتتداول بشكل قوي لكن دي لا أساسها لها من الصحة ولا تتبع إضافة نادي لا تتبع النادي بشكل رسمي طيب يقال إن دي أسوأ مباراة لكولر مع النادي الأهلي بشكل مؤكد حتى تغييراته كمان لأ في بقى كولر وتغييراته هو عنده قافة جميرة جدا جدا بيتأخر دائما في التغيير يعني واضح قوي إنه مش بيغير قبل دي أستين وانت طالع يعني قبل ستين إنسا إن كولر يغير وهو ستايل مدرب يعني ممكن يكون هو مدي مثلا دروس معينة أو تعليمات معينة للحيداشر اللعب اللي مختارهم فبيديهم أكبر مساحة ممكنة عشان يؤدوا هذه التعليمات ولكن رغم ماتش مبارح ومسوقه كتير لكن أعتقد مشاركة أحمد القندوسي اللعب الجزائري المحترف أعتقد بتقول إنه هو لعب عنده بكارات كبيرة بس ما حسناش بي لأن ظروف المباركة غريبة وخلي بالك لما يكون الفرقة كلها مش يعني ما فيش في تركيزها صعب قوي لعب جديد يدي كل اللي عنده في الوقت اللي كان دخل فيه الوقت القصيرة اللي دخل فيه لكن لمساته أعتقد أنها مبشرة جدا هتباني فترة جاية لكن التحدي الجاي كولر في ماتش أسوان هيريح مين وهيلعب مين والتدوير بين اللعبين للماتش الثلاث اللي بعده وإنه ماتش مهم يوم السبت مع فريس سانداونز الجنوب أفريقي وأعتقد ماتش سانداونز هو الأهم من ماتش أسوان فربما نلاقي في ماتش أسوان لعبة كتيرة ما شفناهش مبارح يشارك يدفع بوضلاء كتار عشان يعمل تدوير بين اللعبين عشان الأرهاق طبعا يتفادى الأرهاق قبل الماتش الصعب والمهم جدا وعنق الزجاجة للأهلي في دارة بطالة أفريق